مبروك 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 عليكم يا شعب مصر مبروك مبروك يا أهل الهرب وبنينة نصر يا اسم غاني يا سعودية أصعرنا كلها حمية سرونا بس يا فندية وحترجعوا أحلى هدية السعودية 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 السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي المشاهدين في كل الدنيا أهلا وسألا بحضراتكم في حلقة جديدة 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 من حلقات الشركة السعودية بقولوا كل الوقف يقعد واللي قاعد يقف واللي بيحاول يستنى شوية جايبين عرض جامل جدا كل الدنيا وكل مصر بتحبوا تحديدا تاخدوا من الشركة السعودية جايبين أنا مش أقول جايبين الأول قبل مرحب مستس خمسة الباشر أهلا بك أهلا بك يا أستاذ محمد وأهلا بكل عملاء الشركة السعودية حلقتنا النهاردة حلقة مميزة إلى أقصى درجة السعر فيها نجم النجوم العرض اللي فيها محدش يقدر يقومه عشان كده أضع حضراتكم لمتابعة الحلقة معنا للنهاية للتعرف على مميزات المنتج اللي بنقدمها اللي أنا عايز أقوله لحضراتكم إن إحنا جايبين عرض البطنية الطبقطين الحفر البارز المستوردة كتير جدا من عملاء ناستفادوا معنا بالعرض ده وأخدوا معنا المنتج ده اللي أنا عايز أقوله إنك بتاخد عرض النهاردة البطنية بسعر مميز جدا أول حاجة عايز أقولها في البطنية دي يا أستاذ محمد إنها طبقطين طبقطين يعني لما نبص كده هللاقي طبقطين زي ما قلناها زمان تقريباً الحلقة دي كب من خمس سنين طبقة وطبقة وطقبلوا في القنار ده صحيح لا هيكت ايفرد عادي عادي بص يا جماعة طبقطين يعني بطنيتين اتنين بطنية في بطنية واحدة بطنية من ناحية دي وبطنية من ناحية دي والاتنين متخيطين علشان كده بتلاقي البطنية معاك تقيلة وجميلة ونعبة الملمس دي الميزة التانية معنا وتاني حاجة بأكد عليها لكل الناس اللي معانا النهاردة إن بطنيتنا غير نهي طبقتين وغير نهما بيتقابلوا في القنار بطنيتنا حفر وبارز ده يا جماعة بيسموه حفر ليزر حفر ليزر ده مش ممكن يحصل إذا كانت الطبقة عالية لما بيكون الطبقة عالية والملمس جميل بيدينا الشكل الطابلو الجميل ده محدش محدش يقول دي بطاطين دي ايه دي طابلوهات يا جماعة من الشركة السعودية ولحد دلوقتي احنا ملناش العرض ولقلنا السعر احنا جابين سعر جامل جدا بجانب العرض عايز اقول لكل عملائنا حاجة مهمة قوي البطنية بتاعتنا النهاردة بطنية كبيرة بطنية زي ما احنا شايفين تفرش اي مأسرين بطنية طبقتين وحفر المفاجأة الكبيرة اللي احنا بيقدمها النهاردة في سعر المنتج ده يا صاح زمان تعمل سعر وعرض نعم ودي اول مرة يحصل اجتمعوا الاتنين مع بعض صحية السعر والعرض صحية نغير اللون وإحنا بنتكلم ولا نجيب العرض اللي انت هتدخله ولا عايز اقول السعر اول اللي انت عايز اقول السعر الاول سعره كم السعر هيكسر الدنيا سعرنا النهاردة 250 جنيه ايوة كل اللي عايز يشتري بطنية في عز الصيف سعرها 250 جنيه الحق العرض بقى الحق استفيد بقى النهاردة الشركة السعودية بتقدمولك بسعر مميز جدا 250 جنيه وياريتنا سكتنا على كده وبس دي احنا جايبين مفاجئة المفاجئات من الشركة السعودية من مصنعنا المعرضنا ليكوا على قتالي فونا لو تلتة وتلتين خمسة وتمانين خمسة وتمانين خمسة وتمانين احنا موجودين داخل معرض الشركة السعودية معرض الشركة السعودية الموجود في 32 شارع الهرم محطة اذا حضرتك شرفتنا هتلاقي المبنى بتاعنا بتلتة دورر ما شاء الله المعرض هتخش في الدور الاول هيلائق ايه على اليمين هيلائق مش حرف الحفة وهيلائق فوط وهيلائق ميلايات وهيلائق الكشير قاعد كده احنا ليه بقى احنا هتنزل تحت مليكش دعو بالموضوع ده تنزل تحت اول ما تنزل تحت هتلاقي ايه؟ هلاقي على اليمين مراتب مراتب وبعدين هفوط وبعدين قسم الوبرياء وبعدين قسم العرائس اللي احنا فيه قسم العرائس اللي احنا فيه ده اللي احنا وفيه قدام وقسم الأطفال لو عرائس بأطفال خلاص انا موصلت العرائس هو قفا ما عايز يكمل هو يعيش هيكمل على مفارش العرائس اللي احنا اتكلمنا عليها قولنا بصرح على العرض احنا هنخش في المعرك كتير 250 جنيه طب اخد اتنين لو اخدت بطنيتين اللي اتحب بقى هقول لك اللي المفاجأة اللي انت عملها اللي انت باش هستقولها لنقولها للناس بقول لكل الناس اللي اشتري بطنيتين ب250 جنيه تخيل ممكن يكون قول هياخد عليها الحاف دي الحاف دي اه ده كده خلاص اه لا ليه شقولت الحافين بقول لكل الناس النهاردة هم فاجئتين مفاجئات هتاخد بطنيتين بو 500 جنيه وعليهم لحافين خليني بس اقولها الحاجة حد يا جماعة من قسم اللي حاف يجيب لنا الحاف بس افرت كده معنا عشان فيه ناس النهاردة بتقول لحاف ايه لحاف صغير لحاف كبير شكرا يا مصطفى امسك 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 من هنا بص اللحاف عامل ازاي اللي داخل الحلقة دلوقت اللي بيبص دلوقت يقول ايه ده انا بقولك ده هدية تب بلاش ده مجانة اللي انت شايفه ده مجانة ممكن حد تاني يجيب لنا كمال لحاف تاني احمد اللحاف يا جماعة بص الكابوتونية دا ازاي بص اللحاف بتاعنا ده اسم الغرس داقيقة عشان مايفكش بسرعة في الغازية مفيش الكرام ده يا بيه اللحاف ده بقوله كل الناس ان العرض جامد جدا 500 جنيه ومعالحافين من الشركة السعودية عشان الشيخ بس سواقف من ورد النهاردة خلاص الناس الاولين ياخدوا الحاف وميمشوا شان نقشوا بالحاف التاني ماشي بقى ما هم الحافين هدية ادي الحاف هدية وادي الحاف هدية خلاص ازاي ما اتفقنا يا جماعة 250 جنيه سعر البطانية الواحدة لو خدت 200 جنيه سعر البطانيتين ومعاهم لحافين هدية هتاخد مع الاتنين اللحاف المقاس الكبير شكرا يا جماعة عايز اقولي على حاجة اتنين اللحاف هدية على منتجنا النهاردة وريني عرض تاليف نميلي من سورة عدنا اللون التاني اللون ده حلو برضي ماشي نمسك كده تحدي ييجي يا جماعة كده من المعرض لو سمحتوا هو ما فيش غيرك كده ولا انت طالعوا بكل الادوار شكرا بص اللون بقى ده يا سيد محمد اللون عامل ازاي خلاص يا جماعة تقدر تدفع 500 جنيه وتاخد اتنين بطانية ومعاهم اتنين اللحاف داي يعني تقريبا كده لو حبينا نقسمها لو 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 اللحاف بمية جنيه اتنين اللحاف بمتين جنيه يبقى بياخد بطانية طبقتين حفر بارس مستوردة بمية وخمسين جنيه اسمع حد يقول بقى دي بطانية بمية وخمسين جنيه فيش كده هتيبقى صعبة جدا وعلى فكرة احنا لو قلنا بمتين وبمية وخمسين هنقول بقلبي جامد عشان احنا عندنا حاجة بتخلي قلبنا جامد لو احنا مش مصدقنا تعالوا تفرجوا تعالوا شوفوا البطانية اقولوا فعلا دي بمية وخمسين جنيه انت تطلقتي ممكن تطلع تقول البطانية دي بألف جنيه صحيح وممكن تطلع تقول بطانية بخمسين جنيه الناس هتخاف تتصل تقول لك الله انو عاملين عرض جامد جدا في التلفزيون وجايبين اشكال حلوة اقول لك اتصل بقلبي جامد لان هو اللي هيجيلك هو هو اللي انت شفته لسببين لان الشركة السعودية خلاص شركة مش عاملة يعني الحمد لله بقى الناس سنين تانية حاجة لها معرض وليها فرع تروح تقول الناس اللي انتو جبتوا غير اللي احنا خدناها صحيح احنا يا جماعة متخصصون في تجهيز العرائس يعني حضرتك البطانية هتستمتع بيها جدا اشتري المنتج ده في الصيف عشان تاخده بميزة سعرية ايه ده يعني في الشتاء مش هتعمل العرض ده؟ طبعا لأ طبعا احنا بنقدم يا جماعة العرض لو انت عايز بطانية واحدة بيبتل وخمسين لو خدت اتنين بخمسمية هتاخد عليهم اتنين لحاف هداية اه بس الاخب بطانية هتاخد لحاف لأ طبعا اتصل من اي مكان اتصل من اي مكان هنجيلك بسرعة جدا على 33 85 85 85 طيب انا بقلق وبشوف الشركات وبشوف حاجات عايزة تفرج اتفضل شرفنا في معرضنا لاول مرة في التيفي شوب بنقدر نوفر ونقول اتفضل شرفنا في معرضنا محتاجين ايكلمكم عن اللحاف محتاجين ايكلمكم عن الانو طرف اللي انت بتقولي ده انا ما كنتش حاسه او بس لما بقى بالنسكت في الشرق احنا احنا ارتحنا اول لما شوفنا لكم المصنع صحية صحية وارتحنا اول لما احنا بتقولوا لينا موقع وارتحنا لكم اول اكتر لما بقى لكم اعرض هل احنا محتاجين نقول ان اللحاف ده من مصنعنا ودي المصنع قدامكم وهو ودي فريق العمل اعتقد ده بقى شوفته طب هل محتاجين نقول ان احنا جبنا اللحاف ده وغطصنا في حمام السباحة ولا حمام السباحة فيه كلور عشان الالوان بتثبت ده محتاجين نقول كده محمد اكيد صعب جدا كل الحاجات ده خلاص عرفتوها طب محتاجين نقول ان الفايبر اللي جوا اللي حاف فايبر كسيف طبعا كسيف صدقوني هتنبسطوا جدا بالعرض بنتين وخمسين جنيه لواحد خمسمائة جنيه لاتنين ومعاهم اللي يلحق يلحق يا جماعة الكازيون بدأ وشكله ممكن يخلص بدري شيل اللون ده شيل اللون ده واتبابلو احنا بنشيله لون حد من قسمه هو هو الراجل بتاع القسمه يجي ياخد البطاطين شكرا بقول هو هو يا جماعة الكلام عايز تعمل ايه تاني انت؟ ولا حاجة خلاص كده اللي عايز يختار الوان يختار الوان اللي عايز يختار موديلات يختار موديلات لو انا بجهز ده فضيح ده فضيح لو انا عندي يا جماعة عروسة في البيت بتجهز محتاجي لها كامبطانية بطانية ايه؟ اه لا اما حد بطانية بطانية ليه يا عمي ما هيومة دول يعتبر اربعة ما يتطبق دبل لا لا بجد اعل واحدة لو هتجيب دبل تجيب اتنين بطانية مش اربعة ستة حاجة كده يعني اشترو عرضين يبقى عندك اربع بطانية واربع لحفة اقول لكم اقول لكم على حاجة عشر الجماعة بتاع الشبرة انا يعني بتاع الشبرة والشبرة اقول تبو فاقت شبرة اقول مفاقت شبرة لا 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 مفاقت شبرة دي حاجة ده كانوا بيجهزوا عروسة من هنا واحنا هكونا فوق في المعرض في الدور اللي فوق فبعدين اول حاجة ما داخل قال ايه احنا هناخد جهاز عروسة كل قطع تحت امرك رح جاء عند شخ شعبان في قسم البطاطين اقول له لو سمحت احنا عايزين عشر بطاطين اقول له عنه عايزين عشر بطاطين فبقول لهم ايه قالك هو احنا عندنا العروسة كده في شبرة بتجهز بعشر بطاطين فمعرفش بقى اهل الشبرة هم سمعيني انا معرفش بالعشب اهني شخ شعبان اللي ادكوا العشر بطاطين طهح شخ شعبان بيعترف اهو شغرا انا شيخ شعبان بقولوا كل الناس بنتين وخمسين جنيه بطنية 500 جنيه بطنيتين 500 جنيه ومعاهم لحفين والله جودتها رائعة رائعة قولي انت بقى في كلام يتالي لأ هتخش يا شيخ شعبان سر حلقتنا النهاردة كل ما تقول ما هرأة تعالوا سؤالوا عاي الشيخ شعبان قسم البطاطين يعني البطاطين اللي هكسر الدون البطنية للطبقتين الحفر البارز الوبرة العالية جدا دي ومستوردة تحب تقول حاجة في نايتك أشكرك أستاذ محمد وأشكر كل ملائق الشركة السعودية على سكاتكم الغالية في منتجاتنا مع وعد بمزيد من المنتجات الجيدة والأسعار الجيدة شكرا لحضراتكم بقول لكل عملاءنا الكرام اللي بيشوفونا النهاردة مستغرمين بقولوا الناس دي طبعية والله جماحنا طبعيين بنقول اللي البطنية دي الحفر الطبقتين ب150 جنيه اللي عاز يعرف السر ويعرف سر التركيب اللي احنا عملناه النهاردة لازم يتابع حلقتنا أو يكلمونه على كل سنتر أو تعالوننا معرض الشركة السعودية في 32 شارع الهرب وقريبا 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 في أماكن كتير جدا كان معاكم محمد موسى والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته مبروك 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 عليكم يا شعب مصر مبروك مبروك يا أهل الهرب وبدينة نصر يا اسم غاني يا سعودية أصارنا كلها حمية ترونة بس يا فندية وحترجعوا أحلى هدية من السعودية 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 السعودية